بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد وآل بيته الطاهرين إلهي وفقنا لما يرضيك وجنبنا معاصيك وفقنا للعلم والعمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم سامحنا تب علينا يا تواب يا رحيم نعود في مقطع آخر من مقاطع القصص القرآني والحديث لا زال عن نبي الله إبراهيم سلام الله عليه جاء في الآية 63 من سورة الأنبياء قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون الآية هنا نلاحظ أنه دار حوار بين إبراهيم سلام الله عليه وقومه ثم انصرف عنهم فحصل الفرصة فكسر الأصنام كما هو مذكور في التفاسير وكتب تاريخ الأنبياء فعندما رجعوا من احتفالهم وجدوا أصنامهم التي يعبرون عنها بآلهتهم مكسرة والفأس بيد كبيرهم هنا تساءلوا من الذي تجرأ على مقام الآلهة وفعل ذلك فاسترجعوا فقالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم فقالوا فأتوا به كذا فأعرض إلى المحاكمة أمام الملأ وهي من الفرص الكبيرة العظيمة كانت لخلخلة بعض الأمور الفكرية عند القوم وكان إبراهيم سلام الله عليه ينتظرها ليكمل مشهد المواجهة الفكرية مع قوى الانحراف فعندما سئل أأنت فعلت هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون هنا نلاحظ أنه من البداية أنه استعمل مؤشرات معينة من الطبيعي أن آثار الجريمة يعني هي أول ما يستدل بها على المجرم وأدات الجريمة بيد كبيرهم فاسألوهم هنا أحدث صدمة فكرية وصدمة نفسية للحاضرين لقد الآن تساءلوا في أنفسهم هذه حجارة هذه جماد لا يمكن أن تنطق فكيف ممكن أن تتحرك وأن تفعل ثم ما لبثت قوى الشيطان أن تحركت في نفوس القوم مرة أخرى ودفعتهم إلى أن يواجهوا دعوة إبراهيم وهذه الخلخلة الفكرية بطريقة شيطانية من رؤساء القوم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الحاصل في هذه القضية أن إبراهيم عليه السلام لم يكن كاذبا كما يثيره البعض أن إبراهيم كذب في هذا الموضع فادعى أن كبيرهم هو لم يدعي ذلك إنما هذه من أصول المناقشة الفكرية أنه كيف يخلخ العقائد فاسدة من أعماقهم بحج ومنطق وبرهان الطبيعة الرب طبيعة الإله أن يكون مدبرا أن يكون قادرا أن يكون عالما أن هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في الإله فكيف يكون إلها حجرا أصم لا ينطق ولا يدافع عن نفسه بل يعتدى عليه ويكسر ولا يمتلك الدفاع عن نفسه فكيف تلجأون يا أيها العقلاء إلى آلهة صماء أنتم صنعتموها بأيديكم هذه المحاكمة وهذه المناقشة المنطقية بالبرهان القوي الذي قدمه إبراهيم عليه السلام خلخل المنظومة الفكرية لمعظم الحاضرين فلذلك سرعان ما استدعت الضرورة من رؤساء القوم أن أخذوه من هذا الموقع وحرقوه وانصروا آلهتكم ليش ليغطوا على ما هم فيه وأن لا تستيقظ ضمائر وأفكار الناس فبالتالي تندفع شبهة الكذب لأنه لم يكذب إنما خاطبهم بتقدير جملة شرطية خلنا نقول إن كانت هذه الأصنام تنطق وتتحرك فيكون كبيرهم هو الفاعل ولما كانت لا تتحرك فإذن ليسهم الفاعل إذن هذا الإله لا يملك إرادة فكيف تعبدونه وتسلمونه أموركم لأن الرب هو المدبر وهذه لا تستطيعا تدبر شؤونها سؤال قد يطرح ماذا نستفيد أيضا من هذه القصة ومن هذه الحادثة لعل أكبر فائدة تقدمها هذه الحادثة هي وضع برنامج عملي أو طريقة مواجهة الأفكار المنحرفة يجب خلخلة المسلمات التي تبنى عليها الأفكار ومواجهتها ببرهان قاطع صاطع يدحض كل الشبهات ويزيل هذا الغبش الذي على الأفكار ورؤى الناس وبالتالي تتضح الحقائق ويتركوا عبادة الأصنام والأفكار المنحرفة فيميلوا إلى عبادة الواحد القهار رب السماوات والأرض ورب العالمين ترجمة نانسي قنقر